النوع الرابع من أنواع العلاقات العلاقة المتعدية ماذا يقصد بالعلاقة المتعدية؟ انظر إلى الشرط الشرط وجود قوسين هما A وB وB وC لاحظ القوس ينتهي بB القوس الثاني يبدأ بB يعني من تهى به الأول بدأ به الثاني فإذا وقد قوسين في علاقة بهذا الشاك A وB وB وC لكي تكون العلاقة متعدية لابد من وجوز للقوس الثالث الذي هو A وC بداية الأول ونهاية الثاني فإذا وقد هذا القوس في العلاقة تعتبر متعدية إذن عدم هذا القوس من العلاقة تعتبر علاقة غير متعدية إذن متى تسمى العلاقة متعدية؟ إذا توفر الشرط وجوابه أو إذا وقد القوس الأول فقط لماذا تسمى متعدية إذا تحقق قوس فقط؟ لأنها الشرط لم يكتمل إذن لكي تكون متعدية إما أن يكون الشرط وجوابه موجود أو الشرط ناقص أما إذا وقد الشرط القوس الأول والثاني ولم يوجد القوس الثالث لهما في هذه الحالات تسمى العلاقة غير متعدية وبالأمثلة إن شاء الله يتضح هذا الشر هذا المثال لديك هذه هي المجموعة وهذه هي العلاقة والسؤال بيّن أن أر علاقة متعدية نأخذ القوس الأول سالب واحد وصفر ونشوف الأقواس التي تبدأ بصفر لأن العلاقة قلنا إذا وجد A وB وB وC إذا نكتب بجواره الأزوال الذي تبدأ بالصفر وهي صفر واحد سالب واحد وصفر القوس الذي يبدأ كذلك بصفر صفر واثنين هل في قوس يبدأ بصفر لا يوجد إذن هذا هو القوس الأول ننظر هل وقد لهم القوس الثالث أم لا سالب واحد وصفر صفر واحد هل يوجد سالب واحد وواحد موجود سالب واحد وواحد موجود في العلاقة هذا ينتمي إلى العلاقة R تعالي القوس الثاني سالب واحد وصفر صفر واثنين هل يوجد سالب واحد واثنين سالب واحد واثنين هذا كذلك سالب واحد واثنين موجود في R الآن ننتقل للقوس الثاني الذي هو صف واحد اكتب كل الأقواص الذي تبدأ بالواحد أين الأقواص الذي تبدأ بالواحد لا يوجد إذن هذا قوس واحد ينتمي إلى العلاقة R ونقول هنا أنه متعدي لماذا؟ لأن الشرط لم يكتمل الشرط لابد من وجود قوسين وثالثهما الآن ننتقل للقوس الثالث الذي هو سالب واحد واحد اكتب جميع الأقواص الذي تبدأ بالواحد هل يوجد هنا لا يبدأ بالواحد ولا هذا ولا هذا ولا هذا إذن هذا كذلك ينتمي إلى R لأن الشرط لم يكتمل انتقل للقوس الذي يليه الذي هو صف واثنين اكتب جميع الأقواص الذي تبدأ باثنين هذا القوس يبدأ باثنين إذن اثنين واثنين هل صف واثنين ينتمي إلى العلاقة نعم موجود صف واثنين موجود في العلاقة R الآن الان نعم اتقل للقوس الذي يليه الذي هو سالب واحد واثنين اكتب جميع الأقواص الذي تبدأ باثنين الذي هو اثنين والاثنين ولا يوجد قوس آخر يبدأ باثنين اثنين واثنين سالب واحد واثنين يعني الأول والنهاية موجود سالب واحد واثنين ينتمي إلى R آخر قوس الذي هو 2 هل في قوس يبدأ ب2 لا يوجد هذا كذلك ينتمي R لأنه الشرط غير مكتمل وبناء عليه العلاقة لا يوجد ما يختل أن يجعلها غير متعدية وهو أن يوجد قوسين وثالثهما غير موجود هل هنا قوسين وثالث غير موجود لا يوجد إذن هذه العلاقة تسمى علاقة ماذا متعدية هذا المثال الثاني هذه علاقة أمامك من المجموعة دبل A هو B C هو B B هو A هو C خذ القوس الأول A هو B اكتب القوس الذي يبدأ بB هذا لا يبدأ بB إذن هذا الذي يبدأ بB الذي هو B و A هذا القوس وهذا تكملته هل يوجد القوس الثالث الذي هو البداية والنهاية A و A ابحث هل هو موجود في المجموعة A و A لا يوجد في المجموعة الذي هي R القوس A و A إذن هذه العلاقة علاقة ماذا غير متعدية لماذا لأنه توفر قوسين ولم يتوثر لهم القوس الثالث أما بالنسبة لهذا المثال هذه المجموعة واحد واثنين وثلاثة اعطاك مجموعات من العلاقات نريد نشوف من هي العلاقة التي هي متعدية والتي هي غير متعدية لو أخذنا العلاقة الأولى العلاقة R1 خذ القوس الأول واحد واثنين اكتب القوس الذي يبدأ باثنين لذه اثنين واثنين هل يوجد القوس البداية والنهاية موجودة واحد واثنين واحد واثنين موجود في العلاقة وينتمي إليها اذهب إلى القوس الثاني الذي هو اثنين واثنين اكتب هل في قوس يبدأ باثنين هذا ينتهي باثنين إذن نشتي قوس يبدأ باثنين هذا يبدأ بواحد إذن سيكون اثنين لاثنين لوحده ولما يكون القوس بالمفردة تعتبر كذلك متعدية لأنها لا تكون غير متعدية إلا إذا توفر قوسين ولا يقدلهما ثالث إذن آر واحد علاقة ماذا؟ علاقة متعدية تعال لهذا القوس آر ثلاثة علاقة متعدية لماذا؟ ها علي لأنه قوس بمفردة أحسنت لأن واحد واثنين لا يقد أصلا قوس يبدأ باثنين عشان ندرس شرط العلاقة المتعدية أصلا هنا القوس واحد واثنين فقط إذن تسمى علاقة متعدية هذا القوس كذلك علاقة متعدية لماذا؟ عبد الرحمن أحسنت لأنه قوس لا يبدأ قوس آخر بواحد وبناء عليه الشرط أصلا غير مكتمل الذي هو A و B B و C ثالث هما A و C في القوس إذا كان لوحده متعدية إذا وقد القوسين وثالث هما متعدية إذا وقد القوسين وثالث هما غير موجود تسمى علاقة غير متعدية E V E كذلك أي ضرب أي ضرب للمجموعتين يسمى متعدية إذن هذه علاقة كذلك متعدية يبقى معي R ثلاثة نريد أن ندرس هل هي متعدية أم لا هذه R ثلاثة نكتب القوس الأول الذي هو واحد واثنين اكتب الأقواص الذي تبدأ باثنين اثنين وثلاثة ومن كمان؟ واثنين وواحد إذن واحد واثنين واثنين وواحد نشوف هل وجود الثالث موجود ولا لا واحد وثلاثة واحد وثلاثة موجود في العلاقة إذن ينتمي تعال هنا واحد واثنين اثنين واحد 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 موجود نعم موجود واحد واحد ينتمي لأ R هذا القوس الأول انطلق للقوس الثاني الذي هو اثنين وثلاثة اكتب الأقواص الذي تبدأ بثلاثة هذا لا يبدأ بالثلاثة ولا هذا ولا هذا ولا هذا إذن هذه تنتمي لأ R لأنه لا يدرس إذا كان قوس واحد انتقل للقوس الذي يليه الذي هو واحد وثلاثة اكتب هل في قوس يبدأ بالثلاثة لا يوجد إذن هذا كذلك ينتمي إلى R انتقل للقوس الذي يليه الذي هو اثنين وواحد اكتب الأقواص الذي تبدأ بالواحد هذا يبدأ بواحد وهذا يبدأ بواحد وهذا يبدأ بواحد نأخذ الأول الذي هو واحد واثنين هل يوجد اثنين واثنين انظر للعلاقة هل يوجد اثنين واثنين لا يوجد إذن 2 و 2 لا ينتمي إلى R لاحظ أنها حتى لو كانت متفقة الشروط للجميع قوس 1 فقط لم يحقق الشر تعتبر العلاقة R 2 غير ماذا غير متعدية